الحمد لله رب العالمين الحمد لله بذل هدان لهذا وما كنا لنحتبي لولا أن هدان الله وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الطالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله وطافيه من خلقه وقليله نشهد أنه أجل محمد وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة ونحى الظلم وجاهد في الله حق جهاده خطاته اللهم صل عليه في الأولين صل عليه في الآخرين صل عليه في الملأ العلا إلى يوم الدين أما بعد فإن أصف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل مولد من نار أعلمي الله وإياكم من حال أهل النار ثم أما بعد فإن نعم الله تعالى علينا كثيرة ورحماته علينا غزيرة ودركاته تتنزل علينا بكرة وعشية وإن من أعظم رحمات الله علينا وفضائله ونعمه أنه يعاملنا بالفضل وبالعدل فإن الله تعالى يعامل عباده بالفضل أو بالعدل فهو يعامل المؤمنين الطائعين بفضله ويعامل العاصين بعدله فإن الله تعالى وهذا من أهم ومن أعظم نعم الله تبارك وتعالى علينا لذلك نحن نفرح لفضل الله تبارك وتعالى القائد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك قد يفرحوا فهو خير مما يجمعه وفي هذا الصلب في معاملة الله تبارك وتعالى لنا بفضله هناك حديث عظيم حديث اجتمل على كثير من الفوائد والأحكام والمعاني الغذيرة ثالثیت خاصة لاحق قليل سليست من الم؛ت أن يسبب جهر من الحقيقي et avec ses serviteurs désobéissant par l'équité, par sa justice. Donc parmi les biens filles d'Allah, c'est justement cette grâce-là. Cette grâce qu'il nous a accordée. D'où nous devons être contents. Allah a dit qu'il dit par la grâce d'Allah qu'il soit content. C'est encore mieux de ce qu'il ramasse. Allah a dit qu'il traite ses serviteurs de Dieu à sa grâce. Allah a dit qu'il traite ses serviteurs. Et donc, on dit qu'il est à l'é mealie de Dieu à sa grâce. عن رسول الدعي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه ومن الحديث حديث قل فيه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك الله سارت ومن في الحديث كل الخفات غطرت داخل الله تعالى تعالى في الحديث قدسي الحديث ساكريم سارة الله تعالى ساكريم 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 إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن همّا بحسنة ساكريم خالها ف lip ساكريم ومن همّا بحسنا ذلك ومن همم بحسنة فعملها كتابها الله عشرة حسنة إلى سبعينياتي ضعفين إلى أضعاف كثيرة الله يشق في أي ط chore ثبي كتابها دائرة، عن هذا ج PUME على رئيسة هو المنحن لديو تنبقوا به ومن همّ نعرك حقيقا إبقى همّا أغربت خمقوا به وأفعه لك فقط أسيح يجب إليه وإن حمام بسييه أفاهم لها وإن همّا بسييه أفاهم لها وإن همّا بسييه أفاهم لها كتبها الله أفاهم لها ومن أيضا تقوم بإمكانه إدارة دائماً ومن أيضا تقوم بإمكانه فقط وإدارة دائماً هذا الحديث يتحدث عن البخاري ومشروب هذا الحديث يبين ساعة رحمة الله تبارك وتعالى لما خلق الله السماوات والأرض جعل كتابا فهو في العرش مكتوبا فيه رحمتي وسعت غضبي رحمتي وسعت غضبي وفي رواية رحمتي سبقت غضبي رحمتي وسعت غضبي ورحمتي وسعت كل شيء رحمة الله وسعت كل شيء لما نزرت هذه الآية في بعض التخسير ونحن اليوم نتحدث بصدد رحمة الله على عباله المؤمنين لهذا الحديث لما نزرت هذه الآية كما روي عن قتالة قال رحمتي وسعت كل شيء قال ابنيس أنا مشمول بها أنا شيء فنزل قوله تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويقتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنوا فقالت اليهود والنصر نحن نتقي ونقل الزكاة و نؤمن بالآيات فأنذر الله قوله قال الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وإنهاغوا مع المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبارة ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين اتبعوه فالذين آمنوا به واتبعوه وعزروه ونفروه واتبعوا النور الذي أنذر معه أولئك هم المفلحون فعرفنا أن هذه الرحمة خاصة بماذا؟ خاصة بعباد المؤمنين الذين اتبعوا هذا النبي الأمي إذن في الحديث قال من هم بحكمة هم نوة فلم يعملها؟ كتبت له حسن كاذب هذا قد علا لك أفلا نكون عباداً شاكدين من هم سلوك تسيد جد فاول حسنة ماذا فطة؟ الله يسكر من ضم من هم بحسنة فلم يعمل فإذا عملها ومن هم سلوك حسنة وهو شابات يومياً فإن همّا بها وعملها، كنت بدأوا عشرة حسنات، دي جاء إلى دي حسنات أسيري، عشرة حسنات إلى سبعيني أقضيح، جزك ست سنة فار، إلى أضعاف كثيرة، إبليس أنكار، لذلك الله تبارك وتعالى، يقول في الأخوة الكريمة، آه بالإسترية pinchانين، البشاكين يُنفقونين، في سبيل الله، يُمتَ بهاالي حب فلك بالحسنة عشر تصدقت بصدقة مثلا ان شاء الله تصدق اليوم على إخواننا في أتع الذين يحتاجون معونتكم تصدقت بصدقتين تكتب لك عشر عشر تدجاء ثم الذي مثلا عطيته إياهي تصدق بها كم يصبح عندك من الحسنات قلنا أن الحسنة بعشر إذا تصدقت لشيء عشر حسنة فإذا تصدق بها أصبحت كم مئة حسنة فإذا تصدق بها الثالث أصبحت لك ألف حسنة فإذا تصدق بها الرابع أصبحت لك كم عشر ألاف حسنة ويضاعف الله لمن يشاء هذه فقط إذا قلنا عشر بالحب الأدنى المضمون الذي هو عشر حسنة فما بالك إذا كانت سبعمائة أضعار كثيرة أفلا يستحق هذا الإله أن يحمد فإذا كانت سبعمائة أصبحت لك كم عشر حسنة 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 او ناقص على كاملا هذا قبل الله تباركه وتعالى هذا هو قبل الله تباركه وتعالى قالا donc si tu décides de faire une mauvaise action que tu tens tu غاري حسن par la grasse الله تباركه قال فإذا عملها أي سيئة فتبات له السيئة واحدة И что الله تباركه وتعالى قال فحراء الكريم من جاء بالحسنة فلا هو عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وهم دار الله شوف فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة الله قصر أعمار هذه الأمة ولكن ضعف عملها نبي الثلام يقول أعمار أمة بين الستين والسبعين وقليل من يجاوز ذلك لكن فضل الله علينا عظيم ضعف لنا الأعمال عش شوية بس تعمل شوية يضاعف لك الله عملك وكالله تبارك وتعالى إلا في الموزد قد يتحقق أبدأ من فكر!!!! ولكن إذا فكرت لقد أمسن غير ترجم إلى واحد حيث لقد فكرت له وإذا كانت مراحلًا ومن كان متعالى وليس أمسن الضبع كانت خلط لكن الله بالنسبة كان لديه إلا ملتقل إلا ركبت إلا فنقول الحمد لله رب العالمين ونقول اللهم جعلنا من الذين يجتمعون الطولة يتبعوننا فنقول الحمد لله الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلي بالدين اللهم إن نسألك الهدى والثقى ونسألك العسافة والغناء اللهم أغنى بحلالك عن حرامك يخذنا بفضلك عن من فوقك اللهم ارحمنا فإنك tribنا رحيم ولتعذبنا فإنك علينا قاضر يا حيو يا قيم وبرحمة كنستوي اللهم أنصر الإسلام للمسلمين واخذوا بعد أكاعداء الدين يا أكرم الأكرمين يا أحمر الرحيمين يا أجوذا الأجوالين الله صديق على محمد speaker كما صديت على الإبراهيم وعلي إبراهيم وبارك على محمد كما دارت على الإبراهيم وعلي إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إذا ، ي MUSIC ، باركig فعلا ، فنظر الله أن يبارك فيها وأن ينبتها النباغ الحسن وأن يشفي والذتها وإنه منه والأ 새로운 اخوان نعيدون اشتركوا في القناة انقام سنعضب انقام سنفتح احناينا والسقار ومحوصن ننطق Lighten سمينتبع سنحناي مستعدين لقد أولاك ستحلق ستحسن لأبن نحتخال ستحسنًا ترجمة نانسي قوة ترجمة نانسي قنقر